موسيقى صباح الخير ونسهل النشرطة بالعنوين موسيقى نادي الأسير يحذر من تنفيذ الاحتلال حملة قمع داخل سجن نفحة بعد عملية الطعن وهيئة شؤون الأسرة تعلن النفير العام نصرة للمعتقلين موسيقى خروج مطار صنعاء عن العمل بعد استهدافه من قبل التحالف السعودي والحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتحمل مسؤولياتها موسيقى 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 من أن ضابطا إسرائيليا يعمل في سجن نفحة تعرض للطعن في أعقاب الهجمة الشرسة والمستمر على الأسرة والأسرات خلال الأيام الماضية الهيئة أشرت إلى وجود توتر شديد في السجون كافة وحالة استنفار في صفوف الأسرة كما أفاد مكتب إعلام الأسرة بأن قوات كبيرة تابعة لإدارة السجون الاحتلال تجهت إلى سجن نفحة بدوره حذر نادي الأسير من قيام إدارة السجون الاحتلال بعملية قمع واسعة بحق الأسرة وتحديدا في القسم الثاني عشر أفادت وزارة الأسرة الفلسطينية بالتوصل إلى اتفاق بين الحركة الأسيرة ومصلحة سجون الاحتلال يجري بمجيبه إنهاء عزل الأسيرات ووقف الإجراءات التي اتخذت بحقهن حركة حماس رأت أن إدارة سجون الاحتلال تحاول من خلال إعادة الأسيرات المعزولات إلى أقصامهن تسطر على أفعالها لمنع تحرك الشارع وقيادة المقاومة لجلة الأسرة للقوى الفلسطينية في غزة أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار انتصارا للحركة الأسيرة قال القيادي وفي حركة حماس أسامى حمدان إن رسالة الحركة للاحتلال واضحة بأن ملف الأسرة مستقل عن أي ملف آخر حمدان أكد في مقابلة مع الميادين أن أبطال نفق جلبوع وأحمد سعدات ومحمود عيسى ومروان برغوثي على رأس ما يجب أن يحرر نحن كانت رسالتنا واضحة أولا لا تراجع إلى الوراء ملف الأسرة ملف مستقل عن أي ملف آخر ثانيا ملف الأسرة له شروطه الواضحة ما لم تتحقق هذه الشروط لن يظفر بنت ولا حكومة العدو بعودة هؤلاء الأسرة ويمكن أن ينسى وجودهم المسألة الثالثة لا يظن العدو أنه إذا تعطلت الصفقة الآن أن هذا سيعني نهاية المطاف نحن سنبدل جهدنا ليكون هناك أسرى آخرين ونرفع ما لدينا من عدد من الأسرة لنحصل على أفضل صفقة ممكنة المسألة الرابعة لا شروط إسرائيلية مقبولة هناك مواصفات للأسرة الذين يجب أن يكونوا أحرارا في هذه الصفقة أكد نائب الأمين العام للجابة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد أن معركة سيف القدس عززت محور المقاومة ومهدت للعمال المقاومة في كل المناطق الفلسطينية فؤاد طالب في مقابلة مع الميدين بوقف التنسيق الأمني المضر جدا بالفلسطينيين لازلنا نطالب بوقف التنسيق الأمني لأنه أمر مضر مضر جدا جدا بسمعة الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية وبمصالح الشعب الفلسطيني لذلك أنا أقول أنه نحن الآن يجب أن نبري الجهد من أجل تطوير إمكاناتنا بالمقاومة على كل الأرض الفلسطينية ومن أجل تعزيز وتطوير التنسيق مع جبهة المقاومة من الجبهات العربية المختلفة من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى كل الأراضي الموجودة فيها الحقيقة والآن كنا أظن فرحين بهذا النموذج الذي عبر عنه الجزائري والتونسي أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن ملاحقة قدتها واعتقالهم ومحاولة الانتقام من عوائلهم لن تثني المقاومة عن الاستمرار في موجهة الاحتلال الحركة دعت إلى تشكيل مجموعات الرباط في مناطق الضفة لمواجهة الاقتحامات الإسرائيلية كما طالبت السلطة الفلسطينية بالتوقف عن ملاحقة النشطين والمجاهدين واعتقالهم وبالإفراج عن جميع المعتقلين ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال قال البيت الأبيض أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيزور تل أبيب والضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع البيت الأبيض لفت إلى أن الزيارة تأتي للتشور بشأن إيران وعدد من القضايا الأخرى وسيلتقي سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت مسار طويل من التطبيع السري والعلني لأنظمة عربية فشل في اختراق الشارع العربي الذي ينحز إلى خياره القومي والعربي في دعم المقاومة أحمد غانم وستدهش إسرائيل إنما تسمعني لانا أقول أمامكم أنني مستعب أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة الزاد لم يكن هذا الإعلان سوى إشعار لانطلاق قطار التطبيع العربي مع إسرائيل من بوابة السلام المزعومة قطار لم يتوقف عند توقيع معاهدة كام ديفيد بين مصر وتل أبيب في محطته الأولى عام 78 فحسب بل واصل طريقه يمر باتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 93 وفي عام 94 حتى القطار ذاته طريقه في الأردن التي وقعت اتفاقية وادي عربة وبعد أكثر من ربع قرن أخذ فيه التطبيع شكلا سريا بين أنظمة عربية وإسرائيل عبرت الأخيرة عن حرصها على نقل علاقاتها السرية مع الدول العربية إلى العالم والعراب هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشرف على افتتاح عام التطبيع العربي مع إسرائيل كما يصفه الفلسطينيون بتوقيع اتفاق سلام لم يتمخض عن حرب عسكرية أو صراع امتد عقودا بين كل من الإمارات والبحرين ودولة الاحتلال ولم يمضي العام حتى التقاني تنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني البرهان أما السعودية فقد فتحت مجالها الجوية للطائرات الإسرائيلية فيما تحدثت مصادر إعلامية آنذاك عن زيارة سرية لابن سلمان إلى تل آبيب محطات تطبيعية تحت أشكال مختلفة سياسية وعسكرية وثقافية ورياضية وعلمية الهدف المؤكد منها إحداث اختراق في الموقف العربي من إسرائيل وشرعانة وجودها لكن الأنظمة تسير على غيرها وشعوبها التي أظهرت رفضا لهذه الاتفاقات بأشكال مختلفة ولعل نتائج اتفاقات التطبيع فضحتها وكشفت عنها معركة سيف القدس بين المقاومة وإسرائيل إذ صمتت الأنظمة المطبعة كعادتها عن عدوان طال الحجر والبشر وبالرغم من ذلك فقد رسمت المعركة الحدود بين معسكرين الأول معسكر الخذلان الذي تقوده الدول المطبعة والثاني المعسكر المناوي لها الذي أثبت حبه لفلسطين ودعمه لها بمواقفه الحرة التي ترجمت في تحركات شعبية واسعة رفضا للعدوان معركة سيف القدس المفصلية لم تعر الأنظمة المطبعة التي حاصرت المقاومة ومنعت تجنيد الدعم لصالحها ولاحقت رموزها وقياداتها وحبست بعضهم في سجونها فقط بل أوصلت لإسرائيل رسالة مهمة أن شراء الأنظمة لا يمكن أن يوفر الحماية لها أو يعطيها الشرعية على أرض فلسطين مهما تنازل أو فرط المفرطون فالمقاومة درع حصين للثوابت والقضية أحمد غانم غزة الميادين أعلنت هيئة الطيران المدني اليمنية خروج مطار صلعاء الدولي عن العمل إثر استهدافه بثلاث غرات جوية من قبل التحالف السعودي الهيئة قالت أن استهداف تحالف العدوان لمطار صلعاء يهدف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولفتت إلى أن تحالف العدوان تجهل كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف جنون التحالف الذي لا يمنع الشعب اليمني من الدفاع عن نفسه بحسب تعبيره وأشار إلى أن الخطوة التصعيدية للتحالف العدوان في القضايا والأعمال الإنسانية والإغاثية رغم محدوذيتها تنسف كل أحاديثه عن السلام بدعوة من مجموعة من زملائه الصحفيين وبحضور وزراء لبنانيين حاليين وسابقين كرم اللقاء الإعلامي الوطني وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تقديرا لمواقفه الوطنية والسيادية وتأكيدا لحرية الإعلام في لبنان أولا علمتنا أننا وللأسف بلد حيط واط كنت أتوقع أن يقف أهل السلطة كلهم معي ففجئت بأصوات من داخل الحكومة التي كنت مصدقا عند دخولي إليها بأنها متضامنة فجئت بهذه الأصوات تطالبني بالاستقالة وكل يوم صباحا ومساء تطالبني بالاستقالة ولن أتحدث عن السياسيين الذين كانوا أيضا يطالبونني بالاستقالة ويتبارون في إطلاق العبارات السفيها أملا بتلقي إشارة لزيارة السعودية وكأنهم لا يعرفون رأي القيادة السعودية بكل واحد منهم أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين لحصول على ضمانات لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها والتزام الحكومة اللبنانية بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد وعدد من الإصلاحات الإدارية والمالية لازمة تقرير حسان الرفاعي افتتح الأمين العام للأمم المتحدة يومه الثاني في بيروت بلقاء القيادات الروحية قبل أن ينتقل إلى مرفأ بيروت لوضع إكليل من الزهر على نصب ضحايا الفجار الرابع من آب ليستهل بعدها لقاءاته السياسية بخلوة جمعته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع الحجود البحرية تكلمنا أن تكون الأمور بعاجة الأمم المتحدة وبرعاية الأمم المتحدة وتحت علم الأمم المتحدة وبمشاركة الأمريكيين ومع ذلك حتى الآن لا يزال هناك مماطرة في هذا الموضوع تحدثت مع دولة الرئيس بري عن وجود اليونيفيل في لبنان وعن ضرورة وضع حد للانتهاكات ووقف العنف السيد نبي بري أخبرني عن الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي وضرورة احترام القرارات الدولية إلى السراء الحكومي توجه الوفد للقاء رئيس الحكومة نجيب نقاتي ونحن نعرف ماذا حرصكم الشخصي على لبنان واهتمامكم بقضاياه ودوره ورسلته حصلت على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين أن الانتخابات المقررة العام المقبل ستجرى في موعدها وسمعت اليوم التزاما من الحكومة بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد والتزاما بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة كي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من الدعم الدولي واستبقى رئيس الحكومة الأمينة العامة إلى مائدة غداء ضمت قائد الجيش اللبناني وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية والوزراء وسفراء الدول وأبرزهم سفيرة الأمريكية في بيروت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تمحورت حول دعم الشعب اللبناني من بوابة الإنسانية التي تجلت في زيارة مرفأ بيروت وأنعرجت على الملفات الطارئة من النازحين السوريين والانتخابات النيابية إلى ترسيم الحدود البحرية حسان الرفاعي بيروت الميادين النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على إجراءات ممثلة اتخذتها ألمانيا وفي بيان لها أعلنت الخارجية ترفض موسكو التام للاتهامات الموجهة ضدها في قضية مقتل الشيشاني سليم خان خان جوشفلي مؤكدة أنها سترد بالشكل المناسب على أي تعديات محتملة من جانب برلين في المستقبل وفق تعبيرها من جهتها وصفت الخارجية الألمانية الخطوة الروسية بغير المبررة محذرة من أنها تضف مزيدا من التوتر على العلاقات بين البلدين كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن فريقا من الوزارة زار أوكرانيا لمناقشة حاجاتها من وسائل الدفاع الجوي المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قال أن الفريق ناقش مع مسؤولي أوكرانيا حاجاتها من وسائل الدفاع الجوي وتقييم ما يعتقدون أن بلادهم تحتاج إليه في هذا الشأن أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي خلال اتصال هاتفي بينهما تمامهما بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية المميزة بين روسيا والهند وبحسب بيان الكرملين فقد ناقش الطرفان الجوانب العملية لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها أكد وزير الخارجية الصيني وانغي أن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة وزير الخارجية الصيني أكد أن بلاده سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين إن الأقوال والأفعال الخاطئة للولايات المتحدة لا تلحق الضرر الجسيمة بمصالح الشعبين فحسب بل تضر أيضا بالسلام والاستقرار العالميين موقف الصيني ثابت وواضح الصين منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة لكن يجب أن تكون على قدم المساواة ترحب الصين بالتعاون مع أمريكا ولكن يجب أن يعود بالفائدة على الطرفين الصين منفتحة أيضا على المنافسة لكن يجب أن تكون ذات طبيعة صحية الصين ليست خائفة من المواجهة وسوف تقاتل حتى النهاية أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المصلحة العراقية لوائح يا رسول أن القوات ذات المهمات القتالية انسحبت قبل انتهاء مدة الجدول الزمني في الحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر وأنه سيبقى فقط مستشارون مهمتهم تقديم الاستشارة والدعم والتمكين في كل ما تحتاج إليه القوات العراقية في مهمتها في مقتلات العصابات الإرهابية حقيقة مخرجات الحوار السيطاتيجي اللي جرى من قبل الحكومة العراقية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلالها انبثق لجنة فنية لقيادة العمليات المشتركة وبتواجد ضباط ذات اختصاص تم الاتفاق على انسحاب كافة القوات ذات المهم القتالية ولقاء على مستشارين حسب تقدير قيادة العسكر العراقية لتقديم الاستشارة والدعم والتمكين في كل ما تحتاج القوات العراقية في مهمتها في مقاتلة أصابة داعش الارهاب الجدول الزمني كان دقيق وانسحبت القوات ذات المهم القتالية قبل انتهاء مدة الجدول الزمني في 31-12 أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا أليكساندر لفرينتييف عن قلقه إذا أزدياد نشاط الجماعات الإرهابية في معظم انحاء سوريا وقال لفرينتييف قبيل بدء المباحثات في إطار منصة أستانا أن الجماعات الإرهابية أصبحت أكثر نشاطا ليس فقط في شمال سوريا بل أيضا عمليا لجميع انحاء البلاد وقال أن هناك توجها لمناقشة خيارات مفصلة لتكثيف مكافحة هذه الجماعات والجمع بين جهود جميع الأطراف المعنيين نبقى في سوريا حيث اعترض أهل بلدة تل الذهب في ريف الحسك الشمالي وعناصر من الجيش رتل أن القوات الأمريكية حاول عبور حاجز للجيش وأجبروه على التراجع مصادر محلية قالت لبكالة سانا أن أهل القرية رشق بالحجار الرتل المؤلف من خمس مدرعات أمريكية ترافقها سيارة لقوات قصد اعتبر منذوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن تركيا والولايات المتحدة تمارسان أدوارا هدامة في سوريا وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي قدم صباغ الكثير من الشواهد على جرائم الدولتين في دعم الإرهاب لا بد لنا من الإشارة أيضا إلى ممارسات القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي في شمال شرق سوريا من دعمها للميليشيات الانفصالية إلى تيسيرها قيام منظمات غير حكومية بإدارة عمليات قرصنة لا شرعية عبر الحدود عبر معبر فشخابور في تناقض فاضح مع قرارات مجلس الأمن واستخدام للمساعدات الإنسانية كذريعة لانتهاك سيادة الدول وآخر ممارسات تلك القوات قيامها بإدخال كميات كبيرة من بذار القمح التي تحمل إصابات مرضية خطيرة عبر معبر سيميلكا اللاشرعي لإلحاق المزيد من الأضرار بالسوريين انطلقت في إيران أمس منورات الرسول الأعظم السبعة عشرة وقد أجريت في محيط محطة بوشهر النووية وترمي المناورات بحسب حرس الثورة إلى رفع الجاهزية العسكرية لصد أي هجوم قد تتعرض له إيران من الحمرية مناورات عسكرية دفاعية مباغتة في محيط منشأة بوشهر تحسبا لاعتداء إسرائيلي على حين غره قبلها شهدت منشأة نطنز المشهد ذاته في خطوة إيرانية واضحة لرفع الجاهزية العسكرية والقدرات القتالية تحصن إيران منشأتها النووية والحساسة في الداخل لصد أي هجوم معاد وتحصن حدودها البرية والمائية والجوية بمناورات أخرى إجراءات تشير إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تأخذ التهديدات الأخيرة لإسرائيل على محمل الجد تهدف هذه المناورات إلى رفع الجاهزية القتالية لقوات حرس الثورة ورسالتها للأعداء إظهار القوة والعزم والإرادة المستمرة على الدفاع عن إيران وصيانة أمننا ومصالحنا الوطنية وللأصدقاء والجيران هي رسالة سلام وأمن وأخوة يحمل قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد أمريكا مسؤولية أي هجوم إسرائيلي على إيران فبرأيه لا يمكن أن يحصل من دون ضوء أخضر أمريكي وهذا يشير إلى احتمال أن يتخطى الرد الإيراني أهداف إسرائيلية إلى أهداف أمريكية وربما إلى قواعد وأهداف في بعض دول المنطقة في حال سمحت لإسرائيل باستخدام أجوائها وأراضيها تهديدات الكيان الصهيوني ضدنا هي محاولة تخريبية للمفاوضات كما يراها الغرب وبالنسبة إلينا هي تهديدات فارغة وهذا الكيان أصبح عاجزا الآن وإيران لا تمتلك فقط القدرة الكافية على الدفاع عن نفسها إنما نقلت هذه القدرة أيضا إلى قوى المقاومة التي تمثل أكبر تحدي للكيان الصهيوني تمضي طهران على مسارين الأول دبلوماسي عبر التفاوض للتوصل إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات والثاني عسكري دفاعي عبر رفع الجاهزية لصد أي هجوم لكن المسار الثاني يوازي الأول من حيث الأهداف إبعاد شبح الحرب وتخفيف التوتر من حمرية طهران الميادين المتحدث باسمه وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لفى إجراء أي محادثات مباشرة مع الوفد الأمريكي خلال محادثات فيينا وفي مؤتمره الصحفي قال خطيب زادة أن واشنطن لم تقدم أي مقترح ملموس لمجموعة أربع زائدا واحدا ما يثير الأسئلة بشأن جدية نياتها من المقرر أن نستأنف الجولة المقبلة بعد أعياد الميلاد ندعو الأطراف الآخرين ليكونوا جديين أكثر بدل تضيع الجهد في الحرب الإعلامية ونشر المعلومات الخاطئة أمريكا وعلى عكس ما أظهرت لم تقدم أي مقترح ملموس لمجموعة الأربع زائدا واحدا ما يثير الأسئلة حول جدية نوايا واشنطن طهران لم تجري أي محادثات مباشرة مع واشنطن في فيينا فيما تلقت رسائل عبر منصق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا وأجابت عليها أعلن متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجري التي تسيطر على إقليم تيجري شمال إثيوبيا أن قوات الجبهة استكملت انسحابها من إقليمي أمهر وعفر ويأتي هذا الانسحاب وهو خطوة نحو وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو عام بين قوات تيجري والحكومة الإثيوبية بعد تحقيق الجيش الإثيوبي مكاسب كبيرة وإلى التذكير بأبرز العنوين نادي الأسير يحذر من تنفيذ الاحتلال حملة قمع داخل سجن نفحة بعد عملية الطعن وهيئة شؤون الأسرى تعلن النفير العام نصرة للمعتقلين خروج مطار صلعاء عن العمل بعد استهدافهم قبل التحالف السعودي والحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها موسكو تطرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على إجراءات مماثلة وبرلين تحذر من تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين المزيد من الأخبار والتقارير زروا موقعنا على الانترنت الميادين دوتنات باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء موسيقى